نفتح الباب لو فيه اي اسئلة من حضركم مباشرة معا لدولة رئيس الوزراء حماد العربي أنا تني لي الأخبار النهاردة في صباح هذا اليوم كان فيه اجتماع لسيد رئيس الجمهورية عبدالفتاح سيسي مع سيادتك ووزير الكهرباء ووزير البترول الدعم الذي سوف توليه الحكومة لمشروعات الهيدروجين الأخضر كمشروعات مطروحة لحل أزمة الطاقة بشكل كبير وازمة الكهرباء إضافة طبعا إلى مشروعات الرياح ولدينا معلومات أن الحكومة لديها عدد كبير من الاستثمارات الأجنبية والعربية في هذا الشأن المرحلة القادمة ماذا سوف تضيف الحكومة لهذا الملف حتى تهتم التأكيد على قرب انتهاء أزمة الطاقة واستغلال البدائل المحلية المصرية سوى منطقة الرياح أو منطقة الشمسية إحنا يمكن تقديرات تم عرضها النهاردة إن الصيف الجاي أو الفترة القادمة حيبقى محتاجين عشان يعني ما يبقاش عندنا مشكلة إن شاء الله على الأقل 4000 ميجا إحنا بالفعل أنا بس عايزة أوصل لحضركم في عقود تم توقيحها لطاقة جديدة ومتجددة حتى هذه اللحظة وحتدخل قبل الصيف الجاي إن شاء الله 2650 فإحنا كل المتبقي من الأربعة تلاف 1350 دول النهاردة مع العديد من الشركاء اللي إحنا وقعنا معهم التفاقيات بنشوف معاهم عشان نسرع ونبدر بتنفيذ مراحل من المراحل اللي كانت المفروض مثلا تدخل آخر 25 أو بداية 26 إن إحنا ندخلها بدري شوية بحيث نغطي الجزء الخاص بالأربعة تلاف اللي إحنا عايزينهم الموضوع الآخر موضوع الربط مع يعني أشققنا من الدول العربية وعلى أخص المملكة العربية السعودية لإن ده برضو حيخلينا مع بعض الفكرة اللي أنا قلتها هم حقيقة بالمصادفة السعودية بتبقى ساعة الزروة في وقت ما وإحنا ساعة الزروة الأخرى في وقت تاني فمن خلال التعاون وده نفس الكلام اللي إحنا بنبدأ نعمله مع الأردن ومع أشققنا في ليبيا وأيضا في دول أخرى بحيث إن إحنا نقدر إزاي كلنا مع بعض نستفيد من هذا الموضوع ده برضو حيساعدنا في هذا الأمر الجزء الأخ الخاص بالهايدروجين الأخضر ده طبعا حيبقى ده شغل مستقبلي إحنا بنتكلم على تلات سنين سنتين تلاتة على الأقل أعبال ما حتبدأ هذه المشروعات تظهر على الأرض وتؤدي الثمار اللي إحنا موجودين أو اللي إحنا بنتحرك عليها شيء النهاردة كنا بنقشو الحياة بمنتهى الأمانة مشكلة الطاقة الجديدة والمتجددة والخبرة حيبقوا عارفين إنها ما بتبقاش بنطلق عليها ستيبل أو سابتة تبقى للوقع يعني ده واقع فعلا لو جات سحابة لفترة طويلة بتلاقي الإنتاجية بتاعت الطاقة الشمسية تقول بالمصادفة نعايز بس أدي لحضراتكم يعني مع الحمل الأقصى الكبير اللي إحنا شايفينه كدرجات حرارة الطاقة الرياح مفيش تقريبا الرياح فحتى الجزء اللي كان بيولد من الرياح عندنا نزل بصورة يعني بصورة كبيرة لأن الظروف الجو النهاردة فهي مشكلة الطاقة الجديدة والمكددة إنها مش متزنة زي مش زي التوليد من النمط التقليدي بترول غاز كلام ده كله دي شغلة 24 ساعة ثابت إنما الطاقة الجديدة والمتجددة ما بتبقاش مستقرة إمتى بتبدأ تبقى مستقرة وبالذات في الطاقة الشمسية إنه يبقى معي ما يطلق عليه بطاريات تخزين يبقى بخزن فيها الطاقة المولدة من الطاقة الشمسية فأقدر في البطاريات دي في الفترة وبيبقى البطاريات النهاردة قدرتها يتديك ساعة إضافية يعني بعد ما المغرب يحصل تقولك تشغلك كمان ساعة أو اتنين ده اللي إحنا النهاردة حنتوسع فيه الفترة الجاية مع شركائنا إن ما يبقاش فقط إنتاج طاقة شمسية وبتتوقف أول ما بيحصل الشمس تغيب لا يبقى عندنا كمان طاقة تخزين وده حيبقى جزء يساعدنا فيه تخفيف الأحمال أو الاعتماد على النمط التقليدي من الوقوت دي كلها الأفكار اللي إحنا النهاردة شغالين عليها وجزء من اللي أنا عايز أطمن حضركم جزء من الاربع تلاف اللي إحنا مستهدفينهم قبل الصيف القادم هيبقى فيه جزء طاقة تخزين تقضينا ساعتين بحيث أستفيد كمان من الطاقة الشمسية في هذا الشأن الحكومة خلال عشر سنين اللي فاتت عملت شوت كبير جدا فيه توفير إسكان ويمكن وفرت أكتر من مليون ونص وحدة سكنية لمحدود الدخل وغير محدود الدخل فيه دلوقتي سؤال بيشغل زهن كاسين والمصرين هل فيه طرح للإسكان الاجتماعي اللي هو سكن لكل المصرين فترة اللي جاية ديت آه طبعا وده اللي أنا أكدت عليه يعني يمكن إحنا توحد رأكم كنتوا لو لما كانوا موجودين معايا في الزيارة اللي عملناها الحضائق العاصمة وقلنا إن عندنا 93 ألف فقط في هذه المدينة أنا طلبت من السيد وزير الإسكان يتعامل أدهم فإحنا عندنا على مستوى المدن هذا البرنامج برنامج شديد الأهمية للحكومة المصرية وحتظل مستمرة فيه بقوة في خلال الفترة الجاية ده شيء حيبقى بس بأكد عليه لحضراتكم دولة رئيس مجلس الوزراء السيد الرئيس عبد الفتاح سيسي يولي أهمية لزاوية الاحتياجات الخاصة وحضرتك طبعا وحكومة حضرتك بتؤيد هذا التوجه هناك أزمة موجودة في الموانئ المصرية خاصة بسيارات المعاقين ماذا عن هذه الأزمة والإنفراجة القريبة لها؟ شكرا طيب اسمحوا لي أن أنا يعني حطار أن أنا حتكلم في هذا الموضوع بمتها الشفافية الدولة مدية كل الحق للمعاقين وإحنا القانون لما أقر الدولة كان داعمة لي أنها تدي حق ونهدي كل المزايا الاستثنائية لزاوية الهمم أنا أحب أن أقول هذا الاسم دا ويلهم النهاردة كنا بالناقش عشان برضو حضرتكم تبعوا عارفين تخصيص المرحلة التانية من مشروع الخاص بسكن الموظفين اللي هما انتقلوا لعاصمة الإدارية الجديدة اللي بيتعمل في مدينة بادر اسمه ظهرة العاصمة القرار اللي خدناه الأول أن الزاوية الهمم يكون هما اللي ليهم الأول للأفضلية يختاروا الشوء بتاعتهم وبعد كده بقيت الشوء حنترحها لباقي الموظفين يعني إحنا الأفضلية لزاوية الهمم من هما ياخدوا الشوء اللي هما عايزينها تبقى للشروط واستحققه ما حدث في موضوع السيارات للأسف أن حصل فيه تجاوزات وحتكلم فيها بمنتهى الشفافية الدولة المصرية إحنا في إطار الفترة الأزمة كان فيه ترشيد فيه عمليات استيراد السلع كلها وإحنا تكلمنا بمنتهى الوضوح على استيراد كمان السلع تلمة الصنع والحاجات الاستهلاكية وكلام ده كله للأسف فيه بعض الفئات وليست بالقليلة استغلت وجود وظروف بعض أولادنا من زاوية الهمم وكانت بيحصل استيراد للسيارات باسمهم وبعد كده بتتخذ هذه السيارات وتعطى لأفراد آخرين أنا بتكلم بمنتهى الشفافية فالسيارة بتيجي باسم الشخص اللي من زاوية الهمم وبعد كده العربية بتتخذ بتتحط أو بيستفيد منها شخص آخر غير مستحق عشان كده لما وجدنا هذه الظاهرة بتحصل وابتدت تتوسع لأنه ممكن طبيعي مفيش خلينا نتكلم مفيش شيء مثالي 100% ممكن يبقى فيه انحرافات واستثنائات لكن لما ابتدت نشعر أن الموضوع بدأ يتزايد كان فيه هناك قرار بإيقاف هذه المنظومة لغاية لما نحط لها ضوابط تضمن بالكامل أن الموضوع فعلا العربية أنا عايز أن العربية فعلا يستفيد منها الابني أو بنتي من زاوية الهمم لكن ما لقيش العربية بتروح لشخص آخر وبيستفيد من المزايا اللي حطها القانون من إعفاءات سواء في الجمارك أو الضرائب لأن دي كدولة أنا حطتها لابني وبنتي اللي فعلا إحنا كلنا شعرين وكلنا عايزين نخدمهم لما ألاقي أن الموضوع بدأ يستفيد منه أفراد آخرين أعتقد ما فيش حد فينا يرضى هذا الكلام فعشان كده كان التوجه اللي احنا خدناه والقرار اللي احنا خدناه أن احنا نوقف هذه المنظومة وتتحطي لها الضوابط اللي تضمن أن العربية فعلا تروح للمستحقين الحقيقين دلوقتي يا فندم طبعا احنا شايفين تحرك السادة الوزراء ونوابهم والمحافظين ونوابهم على أرض الواقع ويبقى فيه تواصل مع المواطنين بس بمجرد الحديث عن التدرك في أسعار بعض السلع بنبتدي نلاقي على السوشيال ميديا فيه بعض الناس بتتكلم في أسعار وتحدد أسعار يعني معينة لبعض السلع وده بيخلي فيه في السوق أو التجار نفسهم بيغلوا الأسعار على هذه الشائعات طبقا هذه الشائعات فعايزين نعرف دور الحكومة إزاي تقدر تسيطر على الوضع ده وفي نفس الوقت أنه ما يحصلش يعني يا فنم بص يا فنم تاني أنا قلت هذا الكلام لن يطبط السوق مهما خدت من إجراءات وده دورنا طبعا بناخد إجراءات لضبط والرقابة وكل الكلام ده كله لكن حيحصل إمتى نقطة الاتزان زي ما كانت موجودة قبل كده لما يبقى فيه توازن العرض والطلب وده اللي احنا الحمد لله شغالين عليه يكون هناك وفرة في العرض فيبدأ الشركات بتنافس بعضها علشان تبيع منتجاتها هو ده اللي بيحقق فكرة التوازن مع إعمال كل الإجراءات الرقابية النهاردة وزيرة سيد وزيرة تموين وزارة الدخلية الجهاز حماية المنافسة الجهاز حماية المستهلك كل ده النهاردة شغالين على هذا الموضوع لكن إحنا قناعتنا تماما بإن بمجرد استقرار وإن يبقى فيه وفرة في العرض في المنتجات وده الحمد لله حاصل دلوقتي بتبدأ الأسعار تستقر وده اللي احنا لمسينه أكيد كلنا في خلال الفترة اللي فاتت على الأقل إذا ما كانش الأسعار بتنخفض على الأقل فيه ثبات وهو ده اللي هو هدفنا إن إحنا نحققه وحاق تاني حاكد على حضركم طول ما حنقدر ربنا يكرمنا وحنقدر ننزل بالتضخم إحنا تاني نقولها كنا وصلين لأربعين في المية النهاردة بقى سبعة وعشرين عايزين قبل آخر السنة ننزل تحت العشرين وقلنا مع خمسة وعشرين نرجع تاني نهاية خمسة وعشرين نرجع تاني ما دون العشرة يعني العشرة في المية تبقى التضخم يبقى كده كدولة حققنا الظروف اللي كنا فيها قبل هذه الأزمات الخارجية اللي احنا ضغطت علينا فضالي هند مختار اليوم السابع هو بس جزء استكمالا للي حضراتك كلمت فيه متعلق بسندوق النقد والشائعات سندوق النقد ارتبط عند الناس بأن بيفرد توصيات بيفرد اشتراطات يعني لو حضرتك توجه رسالة للمواطن البسيط معنى كلمة إن سندوق النقد ده هو مجرد بيشوف برنامج مصري أو بتدعو الحكومة المصرية شكرا لحضرتك بس يا فنم عشان اأكد لحضراتكم لا يفرد علينا شيء احنا لا يفرد علينا شيء احنا بيبقى البرنامج اللي بيتحط بيتحط اولا من الجانب المصري وبتحصل عليه نقاشات مع خبراء السندوق وفي الآخر بيقر مش معنى كده النمية في المية من اللي انا حطيته هم وفقوا عليه بيبقى فيه مجالات للتفاوض بما يحق الصالح العام لمستهدفات معينة بنتفق عليها ايه اللي بيحصل بان اتفق على مستهدفات عايزين نقلل الدين عايزين نحقق فائد اولي عايزين نزود لاحتياطي عايزين كل الاجراءات اللي احنا بنبقى متفين عليها بتبقى احيانا هناك بعض النقاشات والخلافات علي ايه ايه الية التنفيذ هتبقى ازاي والاهم التوقيتات بتاعتها ممكن يبقى وارد جدا السندوق يقولك ما تصرع الاجراء ده مفروض تنفزه على مدار سنة انا اقوله لأ ظروف البلد بتاعتي احنا مقررين عليه ومتفقين لأ ظروف البلد وطبيعة الظروف بتاعتي بتقول لأ الموضوع ده ناخد نمده على مدار فترة زمنية معينة علشان ما نحملش بصورة كبيرة جدا على المواطن ده اللي بتبقى قليات التفاوض اللي بتحصل مع السندوق لكن السوابت اللي بتبقى موجودة في البرنامج بنبقى احنا اللي حطينها ومقررينها معاهم وبنبقى احنا اللي ملتزمين بتنفيذها ده اللي انا عايز اأكد عليه عايز اقولك على حضرتك على حاجة من غير برنامج مع السندوق معه او بدون برنامج من السندوق هل هناك خلاف ان لازم انزل الدين بتاعي هل هناك خلاف ان لازم يبقى ازود الاحتياطيات بتاعتي هل هناك خلاف ان يبقى فيه تقنين وترشيد حقيقي للدعم عشان يوصل للناس المستحقة لي وما يحصلش فيه نوع من الانحرافات فيه بتبقى سوابت اعتقد اي دولة لازم هتبقى شغالة عليها النقطة الميزة اللي بتبقى بيديها السندوق ان السندوق بيبقى كجهة عالمية احنا كدولة كل هدفنا ان احنا نعمل ايه نكتزب استثمارات خارجية اي مستثمر خارجي لما يجي يدخل على اي دولة بيتأكد هو عايز يتطمن ان الاقتصاد بتاع الدولة دي مستقر وثابت ولا لا الا حيقولك طب انا ايه اللي يخليني ادخل في هذه الدولة بيبقى النهاردة وجود السندوق معنا في هذه النوعية وبالذات في الفترات اللي بتبقى فيها الازمات انه بيبقى بيدي شهادة للمستثمر الخارجي ان الدولة دي ماشية ضمن البرنامج فبالتالي ده بيساعدنا على جذب الاستثمارات احنا بناخد اجراءاتنا جوه البلد وبناخد وبنحسن المناخ الاستثمار وبنعمل كل حاجة لكن برضو بيبقى صوت المؤسسات الدولية زي ما كده يعني خلينا اقولها لحضراتكم ما كلنا ليه بنتابع مؤسسة بدون ذكر اسماء الوكالة العالمية فلان طلعت تقرير عن مصر نلاقي كل رح مطلع ومشير ورايح وبيبص وبيبص عليه لانه هو المستثمر الخارجي والعالم الخارجي واحنا بنقول احنا عايزين نكتذب ونضاعف استثماراتنا الخارجية هو بيستقي بياناته منين مش فقط من الدولة نفسها لازم بيشوفها من المؤسسات الدولية وتقييمها ايه للدولة دي فبيبقى النهاردة وجود مؤسسة زي الصندوق وجود تعاون مع البنك الدولي وجود تعاون مع الاتحاد الاوروبي واتفاقيات شراكة كل دي بتدي رسائل ثقة لما باجي اقعد انا مع مستثمرين وشركات كبيرة وبقولهم تعالوا اشتغلوا معنا هنا جوه البلد بيبقى متطمن ان البلد دي ماشي في التراكي الصح وبالتالي بيبقى عنده القابلية واسرع واسهل في انه ياخد القرار بالدخول للدولة دي والاستثمار فيها اتفضلي اسماء زيد جارت الوطن كنت عايزة اسأل حضرتك ايه هي ابرز الاجراءات التي اتخذتها للدولة لتعزيز الامن السبراني لحماية بيانات المؤسسات سواء المؤسسات العامة او المؤسسات الخاصة الحياة النهاردة كان هناك يعني عرض كبير لهذا الموضوع من السيد وزير الاتصالات ولكن طبعا يعني النهاردة فيه اجراءات بالفعل احنا عندنا وحدة في كل وزارة اسمها وحدة تتحول الرقم والوحدة دي مسؤولة عن متابعة كل البرامج اللي موجودة المجلس الاعلى الامن السبراني ده موجود وبيجتمع علشان يضع الضوابط والسياسات اللي المفروض كل الجهات بتتبعها لكن الحقيقة احنا خدنا اجراءات النهاردة وخدنا قرارات معينة خد يبال حضرتك ما ينفعش هذه النوعية من الاجراءات انها تبقى معلنة لان ممكن بيبقى وصدها يحصل نوع من محاولات الاختراق لكن اللي انا عايز ااكد عليه الموضوع ده ديناميك زي ما بيقولوا ديناميكي جدا يعني كل يوم بتحصل قليات علشان يحصل اختراق وحتى مهما كانت قوة اي دولة احنا اتكلم بمنتشفة فيه اي دولة في حماية بيحصل نوع من الاختراقات واعتقد انتو حضركم بتتبعوا اعتى الدول واقصر الدول تقدما بتلاقوا هجمات بتحصل عليها من دول اخرى يعني علشان يخترقوا المنظومات بتاعتها اللي انا بأكد عليه النهاردة ان احنا بنحط منظومة امنية اولى وتانية وتالتة علشان نقدر نتعامل مع هذه النوعية من الهجمات اللي ممكن ان احنا نواجهها في خلال الفترة القادمة زينا زي اي حتة في العالم النهاردة ما بقاش الموضوع ممكن يبقى ممكن يبقى فيه ترصد للدولة المصرية لكن احيانا بيبقى فيه اختراق يعني برمجيات معينة زي اللي حصلت بالزرط في الازمة دي واللي ان معروف ان هذا النظام او الشركة دي يعني خلينا نتكلم مايكروسوفت ده موجودة على مئات الملايين من اجهزة الكمبيوتر فيما بضرب هذا الموضوع انا بضرب في كل الدول انا مش بضرب في دولة واحدة فازاي انك انت تتعاملي مع هذا الموضوع ويبقى عندك منظومة حماية الاهم ان يبقى عندك تنوع فيه برامج الحماية مايبقاش اعتمادك على شركة واحدة لان بقى ممكن يحصل استهداف لشركة واحدة وعايز اتكلم بيبقى احيانا من الشركات الاخرى هي بقيت حرب بكل ما تعنيه الكلمة فالنهاردة يبقى عندك اكتر من منظومة ومعتمدة على اكتر من اطار او شكل او برنامج او شركة عشان لو حاجة وقعت يبقى عندك حاجة تانية كبكة مرول بشير جارت الاهرام الاستثمارات وخاصة الاجنبية هو ما تبحث عنه الحكومة حاليا هل هناك مزيد من المحفزات او التسيرات خاصة بعد لقاء وزير الاستثمار امس بص يا حضرتك احنا الحمد لله يعني انا عايزة اقولها لحضرتك ده بتقييم مؤسسات دولية جات قالت انتو حقين اقصى قدر ممكن من الحوافز في القوانين بتاعتكم يعني مصر حتى حوافز اكتر من بعض الدول الاخرى الموجودة في المنطقة او اغلب الدول الموجودة في المنطقة الموضوع هو تنفذهم على الارض ازاي وهي دي مشكلتنا كيف ننفذ هذا الموضوع على الارض وكيف نسرع ومن وطيرة التنفيذ ونبسط الاجراءات لان هو المشكلة اللي بيعاني منها او الشكاوى اللي بتيجي انا بقعد مع حدد هائل من المستثمرين بيقول انتو عندوك القوانين والتشعات زي الفل المشكلة اتنفذوا الكلام ده على الارض صح وبأسرع وقت هو ده اللي احنا النهاردة شغالين والسيد وزير الاستثمار هو ده يعني هدف الرئيسي لشغل وزارته تبسيط الاجراءات وناخد فيها قرارات فورية كمجلس وزراء مع بعض فبالتالي هذا هو الملف اللي جاي شغلنا الشاغل مع ملف الصناعة ازاي ابسط الاجراءات الخاصة بتحفيز الاستثمار لان انا مش محتاج اي تعديلات ولا اضافة اي حوافز انا كل اللي عايزه سهولة وسرعة تنفيذ اللي عندي بالفعل النهاردة هستأذنكم ناخد سؤالين كمان ويبقى معندش يعني احنا اتأخردكم معايش تفضلوا حاضر 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 معاوض الغنام اكسترا نيوز في ضوء الاشهادة الايجابية للتعاون بينكم وبين مؤسسة البنك المركزي سؤالي حول نقطة مهمة مرتبطة بتابعة عمل المجموع الاقتصادي القروض مرتفعة جدا بالنسبة للبنوك المصرية وده بيكون معوق رئيسي بالنسبة للشباب اللي عاوز يستثمر على سبيل المثال في القطاع الصناعي فالمعاق ارشين بيحطون في البنوك عفوا بيحطون في الاستثمار العقاري طب انا عاوز الناس تنزل تستثمر في جانب الصناعة على اعتبار الصناعة ستكون هي قاطرة الاقتصاد الوطني وناس كتير كانت بتقول سؤال ليه احنا تأخرنا في موضوع الاهتمام بالصناعة فياريت يكون ده البداية هل المجموع الاقتصادية نخشت موضوع ده قريب حنشوف كلام عن مسألة الفايدة على البنوك خب بالحضراتك يا فنن في مبادرة بالفعل الحكومة عاملاها للصناعة ان احنا حطين حد اقصى لشركات المصانع ورجال الصناعة ان الفايدة ياخدوا حد اقصى 15% دلوقتي والحكومة وزارة المالية تتحمل الباقي ده بالفعل مبادرة والنهار ده اقرناها ايضا للسياحة كانت موجودة كفكرة النهار ده اقرناها بصورة نهائية برضو للسياحة علشان نشجع رجال الصناعة في ضوء ارتفاع سعر الفايدة ان هم ما يتحملوش السعر ده كله فبحد اقصى 15% واحنا كدولة لغاية لما يحصل ايه التضخم ينزل احنا قبل الازمة دي واذكر حضراتكم كان التضخم لا يتجاوز الارباء وصنة كنا 4% و5% فكانت الفايدة في البنوك 7% و6% احنا كل هدفنا بنهاية 25 نرجع تاني ما دون العشرة في المية يبقى خلاص يبقى مش محتاج اي مبادرات فعشان لحين هذا الكلام ما يحصل احنا حطين هذه المبادرات وان المالية هي اللي تتحمل فرق الفايدة عشان نشجع الصناعة والسياحة النهار ده ان هم يشتغلوا في هذا العمر تفاضل لا تفاضل ايو 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 تفاضل سيادة رئيس الوزراء يعني خلال الايام الماضية في تحسن شديد جدا فيما يتعلق بقطع الطاقة احنا بس كنا عايزين نعرف الاستهدافات فيما يتعلق بعمليات استراد الغاز من الخارج يعني اعتقد النهار ده فيه مناصة مطروحة لشراء خمس شحنات دي حاجة الحاجة التانية يعني كان فيه اجتماع معيني امس واعتقد يعني انا فجئتي بكلمة انه تم الاتفاق الاتفاق او حاجة زي كده فيما يتعلق مثلا بتنمية الحقول فيما يتعلق بمنصات والحفر وخلافه هل ده كان معوق امام شركة ايني ان هي تعمل ولا كان علشان المتأخرة بتاعتها انتو دفعتولها قد ايه وبقيلها قد ايه شكرا بوسا فنم يعني معلش يعني احنا مش هندخل احنا بقيلها قد ايه وكلام ده كله لكن اللي انا عايز اكد عليه هو المبدأ الشركات الاجنبية ودي كانت المشكلة في اطار الازمة اللي احنا كنا موجودين فيها ان تراقم متأخرات لصالح الشركات الاجنبية الشركات الاجنبية هي لما بتاخد المستحقات من الدولة بتعمل بيها ايه بتضخها كاستثمارات اخرى في مزيد من الاستثمارات لاننا مدي لهم عقود امتياز في اماكن تانية او بينمي انتاجية الاماكن اللي هو وخدها بالفعل فلما بتاخر ويبدأ يبقى علي مديونية كبيرة اللي هو الاقه الشركات الاجنب هو نفسه بيبطأ وطيرة عمله لانه هو كان بيبقى معتمد على انه هو ياخد المبالغ دي من الدولة المصرية عشان يرجع يضخ جزء منها وبالتالي وجزء منها طبعا ده حقه ده ربحه لكن الجزء الاجبر كان بيرجع يضخه تاني في استثمارات داخل الدولة فلما انا اتأخرت عليه في هذا الموضوع ابتدى يبطئ من وطيرة عملية الاستثمارات فبالتالي ممكن يبقى ده بيأثر على انتاجية الحقول بتاعتي هو ده اللي احنا بنتكلم فيه معاهم ان احنا النهاردة بنعيد جدولة المتأخرات بتاعتي عشان يرجع تاني ويصرع من وطيرة عملية الاستكشافات الجديدة وبنتفق معاهم دلوقتي على ارقام محددة ارقام محددة في اعادة الانتاج مرة اخرى ان انا اعيد تاني الحد الاقصى في الانتاجية بتاعتي في خلال الكم شهر الجايين ده جزء من حل المشكلة اللي احنا كنا بنتكلم عليها في ضوء لازم ارجع وفكر حضراتكم وفكر المصريين كلهم طب هو الرقم ده تركم ليه لان انا النهاردة اه ما علشه النهاردة احنا اخدنا اجراءات على مدار سنتين ان احنا اخدنا قرار مش هزود اسعار على حد فبالتالي الموضوع ده تأدى الى جزء من المشكلة طبعا بالاضافة الى الازمة الاقتصادية وتغير سعر العملة فبتدى الموضوع ده يمثل كمان ضغوط عليه الموضوع مركب بصورة اكتر من حاجة لكن في الاخر بقى فيه مديونية على الدولة نتيجة لانها منامتش مواردها بالصورة العادية دول تانية اخدت قرارات دول كتيرة وحايزة اقول له حضركم دول منتجة للبترول والغاز اول ما حصلت زيادات رحت على طول مزودة الاسعار مباشرة مرة واحدة وكانت بنشوف بتلاتين واربعين وخمسين في المية زيادات مرة واحدة الاقتصاديين بعد الاقتصاديين قالوا انت عندك الزيادة دي زودها مرة واحدة واخلص بس انا ما اقدرش لان انا عندي مواطن انا عارف كويس قوي ان لو عصلت اي زيادات كبيرة بارقام كبيرة تبعياته على كل حاجة هتبقى ازاي فاخترت ايه اخترت البديل ان انا اخد الموضوع على مدى طويل طب خلال المدى الزمني ده كل السنة ونص دي خسار على الدولة ما هو انا يعني الرقم معروف الفجوة قد ايه ما هو اما القرار كتا اتاخد نظريا اروح مزوده مرة واحدة ويحصل تبعات رهيبة في زيادة اسعار السلع والاشق على المواطن او اتحمل انا كدولة لمدة سنة ونص اللي احنا اعلننا عنها كل الفترة دي هتحملها انا كخسائر على الدولة المصرية هو ده بيبقى القرارات اللي بنبقى مضطرين ان احنا ناخدها لان عنا في الاخر انا عارف المواطن المواطن بيشتكي بيقول الاسعار ازيادت بس تخيلوا لو احنا كنا خدنا اجراءات زي الدول التانية وطلعت بالاسعار مرة واحدة كان هيبقى تدعيتها ايه هي دي بتبقى المنظومة اللي احنا القرارات بتتاخد فيها بطريقة في منتهى الحساسية علشان نتعامل مع كل ابعاد الازمة اخر سؤال صفية حمدي جاريت المال اسمح لي اسأل عن ملف مستجدات الوفدين واللاجئين والحكومة يمكن يعني فتحت الملف ده وكان اخر مولى تلاتين ستة واختصا مع يعني العكسات في الشارع المصري ارتفاعات في الاجارات مختلفة مؤثرة على بعض الناس في الشارع كمان ان التركز في مناطق بعينها ان البعض يتخوف منه المستجدات في الملف ده شكرا حضرتك بس عشان مش عايزين نعود نثير هذا الموضوع لان في الاخر دول ضيوف مصر ودول احنا طول عمر مصر هي يعني ده طول عمر مصر وده قدرنا وانحنا بش مقولوا الكلام انشى خلينا بس نتكلم على الموضوع بمنتهى الامانة جزء من قوة مصر ومكانة مصر ان هي طول عمرها هي المقصد والمالجأ لناس كتيرة جدا واعتقد احنا كلنا كمصريين كنا يعني على مدار سنوات طويلة جدا دول بيبقوا ضيوفنا والدولة المصرية القرار الاستراتيجي بتاعها لا بنحط اللاجئين او الضيوف في اماكن محددة زي بعض الدول التانية اللي ممكن بيطلق عليها معسكرات او اماكن بالعكس هما بيدخلوا بيندمجوا جوه الدولة المصرية بيستفيدوا بنفس المزايا اللي بيتمتع بيها المواطن المصري فالنهاردة احنا كاجراءات كل اللي احنا النهاردة بنعمله هو انه يبقى ماشي في المنظومة القانونية السليمة للدولة المصرية يبقى بيتبع الاجراءات للدولة المصرية النهاردة حطاها ومعلناها ويلتزم بيها طب ما بيلتزمش يتخذ ضدهم الاجراءات اللي زيها زي اي حد ما هو المواطن المصري انا اسف لو خالف بيبقى فيه اجراءات عليه يبقى بنفس الطريقة طالما هو بياخد نفس الحقوق يبقى عليه نفس الالتزامات والواجبات هو ده اللي احنا بنتكلم فيه مش اكتر من كده لكن في النهاية هم ضيوف مصر وحيظلوا ضيوف مصر وعايز اقول لحضرتك حاجة يعني جزء من هؤلاء برضو جيه وضخ برضو استثمارات جوى البلد المصرية وشغل مصريين وساهم فيه نمو الاقتصاد المصري فمش عايزين ناخد الموضوع فقط بمنظور سلبي ويظهر كما لو كان فيه نوع من الطريقة السلبية في هذا الموضوع لازم كلنا نبقى واخدينه بطريقة محايدة هم في الاخر زي ما قلت لحضركم ده قدر مصر مصر طول عمرها دولة محورية وان شاء الله هتظل دورة محورية من خلال العديد من الاوجه بما فيها هذا الملف انا بشكر حضراتكم جميعا وكل سنة وحضراتكم طيبين